أدان وزير الإعلام وثقافة وسياحة معمر ليرياني بشدة إقدام ميليشيات الحوث الإرهابية التابعة ليران على طرد البروفيسور أحمد مطهر عقبات عميد كلية الإعلام السابق وجامعة صنعاء من منزله في السكن الجامعي الخاص بعض أهيئة التدريس ونهب محتوياته امتدادا لجرائمها وانتهاكاتها المنظمة بحق علماء اليمن وأكاديميها ومثقفيها الذين ترى فيهم خطرا يهدد المشروع الظلامي الكهنوتي المتخلف وأوضح معمر ليرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية السابق أن ميليشيات الحوث مرست من دقلابها الغاشم سياسة الإفقار والتجويع الممنهج بحق أساتذة الجامعات في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها بقطع رواتبهم وتخييرهم بين الاحتفاظ بوظائفهم الحكومية أو العمل في جامعات خاصة وفصل الأساتذة الذين حصلوا على فرص عمل في جامعات عربية وطرد وتشريد المئات من الأساتذة وعسرهم من السكن الجامعي وأشار ليرياني إلى أن سياسة العقاب الجماعي وحالة القمع والتنكيل وتكميم الأفواه الذي فرضته الميليشيات الحوثية الإنقلابية في مناطق سيطرتها دفع المئات من أساتذة الجامعات في مختلف التخصصات للهجرة خارج اليمن بحثا عن لقمة العيش والحياة الكريمة وإفساح المجال الميليشيات لاستبدالهم بعناصرها العقائدية ضمن مخططها لسيطرة على العملية التعليمية وتجري في مؤسسات الدولة